أكثر من ستين ألف إسرائيلي تم إخلاؤهم من مستوطنات وبلدات غلاف غزة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر ونقلتهم حكومتهم إلى مدينة إيلات الساحلية في أقصى جنوب البلاد لكن إيلات لم تعد مكانا آمنا كما توقعت إسرائيل فقد تحولت إلى هدف الصواريخ والمسيرات عبر البحر الأحمر ليستنفر الجيش الإسرائيلي كل إمكانياته العسكرية لحماية سكان الغلاف في مقرهم الجديد ويرى مراقبون إسرائيليون أن التهديد الذي تواجهه إسرائيل من جهة البحر الأحمر قد يجعل عملية الإخلاء الضخمة التي قامت بها غير مجدية بل قد تكون لها تبعات وأضرار نفسية وفق التقارير الإسرائيلية في هذا الاتجاه يمكن تفسير استخدام إسرائيل لمنظومة الدفاع الجوي المعروفة بالسهم للمرة الأولى في الحرب الحالية كما وجهت تل أبيب منظوماتها الأكثر تطورا نحو إيلات والتي تشمل نظام باتريوت والنظام القبة الحديدية بالإضافة إلى استمرار تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع عند حدود إسرائيل الجنوبية الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض هجمات وصفها بالعادية في منطقة البحر الأحمر بالوقت المناسب فيما أبلغ سكان إيلات عن سماع دوي فجار كبير سرع الحوثيون بدورهم إلى تبني مسؤولية الهجمات على جنوب إسرائيل مشيرين إلى ثلاث محاولات مماثلة منذ بداية حرب غزة فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الرد على الهجمات الحوثية سيكون في المكان والوقت المناسبين لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر